لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات محلول الملحي رح نحتاج لتمن اكواب من الماء عليهم تمن معالق كبيرة من السكر الخشن ورح نحتاج معلقة سكر دعنا نأتي على وصفتنا الثانية مخلل البيتنجان هناك الكثير مننا لا يحب يأخذ المكدوس لا يوجد كمية زيت لا يوجد كمية جوزة كبيرة فننقل على مخلل البيتنجان مخلل البيتنجان عبارة عن بحر نحشي بلي بدنا يا أغلبنا 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 أغلب ستاتنا أمهاتنا كانوا يحطوا توم مع مقدوريس مع ملح ويحشو جوا البيتنجان أنا اليوم شوي بنا نطلع عن التقليد بحشو كثير زاكية أول إشي عشان نسلو البيتنجان تعم خلل البيتنجان يختلف تماما عن كيف نسلو المقدوس المقدوس قلتلكم بيأخذ سبع دقاية لعشر دقاية مخلل البيتنجان مننا نقلل الوقت ماكسيموم خمس دقاية ماكسيموم أنا عندي مية بالمية مي مغلية مع معلقة ملح كبيرة بأخذ البيتنجانات بشؤهم من النص بتقدروا تعملوها من غير شاء بهاي الطريقة امتياز عندي سؤال عشان كمان ما نكون الشيك عم نضيع الأسئلة هل بيشترط استخدام زيت الزيتون أو أي زيت نباتي آخر؟ بقدروا فيه هلا أبدأ أحكي لكم بسوريا مثلا في كتير ناس بعرفهم بيستخدموا زيت شعبان مع نصف زيت زيتون بخلطوهم بخلطوهم مع بعض لأنه بقولك أنا مثلا كم زيت الزيتون زيت زيتون نوعا ما غالي أوكي هم مفيد وكويس احنا عنا بالأردن كتير منتشر والناس تحب تستخدموهم بس عادي أنكم تخلطو زيت شعبان مع زيت زيتون تمام طيب أنا أخذت البيتنجانات حكينا عن البيتنجان دائما نخدو اللي بتكون من تحت بالطولية ما بتكون مدورة عشان يطلع معكم البيتنجان حلو نحطه نسلقه زي ما قلنا من أربع لخمس دقايق فقط هلأ أشوفوا في ناس بحبوا ياخدوا البيتنجان بعد ما يحطوه اوكي بحطوا عليه رشة ملح أو بحطوا جواته ملح وبيضغطوه شوي اوكي بس دائما مخلل البيتنجان ما بتصفى كتير من المي زي المأدوس يعني منقدر ناخدو من السلق على طول يبرد بهاي الطريقة وأحط فيه ملح أتركه ساعتين ثلاثة يبرد ويتصفى وكل شيء أضغطه يعني ساعتين ثلاثة وبعدين أبدأ أستخدمه اوكي معناته هيكي معشان ما يتخرب شو لا ناخدو منسلقه خمس دقايق ماكسموم بعد ما تغلي المي بعدين بطلعه بحط رشة ملح بتركه بمصفى يتصفى شوي وتنزل منه المرار بعدين بستخدمه على طول يعني ما بحتاج أبدا وقت هلأ أنا بدي أعمل الحشوة أنا حكيت لهم حشوتي مختلفة يا تمارة بس هلأ قبل شوية لأنه إجادنا كمان سؤال عم يتقلوا عن المكدوس اللي عميته قبل شوية امتياز لا عم بقولوا بشكل سريع بدهميانا نتذكرهم بعد السلق هلأ حكيت امتياز عفكة تختبريني وأجاوبك طيب يلا قولي لي هلأ الفرق يا جماعة الخير بتطلعوا من الطنجرة بتكون مفتوح بترشوا عليه رشة ملح تحطوا بالمصفى بتغطوه معه صح صح رز شعبان تحطوا بشكير مظبوط وبتتركوا يومين مظبوط يومين لا مظبوط يومين لا 48 ساعة كما قالت يومين ونص برافو والله منك برافو ما تعملوا بفوت بيعفل هلأ السريع أنا هلأ سلقتها للمكدوس اللي بيحضرون من هلأ رشة ملح بالنص عندي مصفاية كبيرة بصفت عليها كل البيتنجانات بهذه الطريقة بحطهم بالمصفاية وبحط عليهم صحن وبحط عليهم وزن لمدة يومين أهه تمام هلأ المخلل البيتنجان قلنا الموضوع يختلف تماما أوكي منجيبي البيتنجان منسلق لمدة خمس دقايق ماكسموم لأنه المخلل البيتنجان تخلل بالمي وملح ومي وملح بتساعد أن المواد تستوي بسرعة أوكي فنحتاج نسلق وقت كتير طويل المهم بدي أعمل الحشوي خذ الاتصال ونعم بعملها يا ألو مرحبا أهلا وسهلا معك سعاد أهلا يا سعاد كيف حالك والله مشتاء الحمد لله تماما حبيبة قلبي ممكن أسأل شف انتياج يا شف انتياج عاية سعاد أهلا وسهلا حبيبتي الله عفيكي بالنسبة للمكدوس عملت مرة صار طري شوي بعد الاستعمال سلقتي كتير وقت قدي سلقتي بلا ما سلقتي رو بع ساعة ممكن مش ممكن أكيد إسلويه زي ما قلت لكم سبع دقايق ماكسموم لعشر دقايق يمسيكي في إيدك مجرد ما تحسيها بلشت تضغط وشكل الإصبعي يبين عليها معناته خلاص ما تسلويه أكتر سؤال ثاني إذا سمحتك بصير الزيت التبع العام أه طبعا طبعا استخدميه أحسن لك طبعا جيدي زيت جديد للأكل أكيد يعني زاد معي زيت مكدوس وأعمل أه لا أصدق خللتي فيه زيت مكدوس سنة الماضية لا بطعم أنا فكرت أصدق زيت العامل اللي موجود عندك من السنة الماضي تسخدميه لا 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 لأنه نفسه اللي تأخذيه من المكدوس تضعيه فوق مكدوس جديد بطعم 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 أنه قديم أعرفت ماذا حال أهلا سهلا لك يا سعاد هذه الحشوة لازم نعملها هلأ بحكيها على السريع وانتي بعدين كملي طيب للحشوة بدنا دائما نمخلل البيتنجان توم أنا عندي راسين توم نحن بالمكدير مكتوب توم وعندي فلفل رومي أو اللي هو الفلفل الحار فلفل رومي ألوان أنا أحب الألوان أحب أعطي هيك للمخلل أفكار حلوة وجديدة ورح تحبوه رح تستغرب وقديها الفكرة حلوة عندي هنا فلفل رومي أحمر فلفل رومي أصفر وعننا قلنا توم وعندي كمان فلفل حار تمام وإذا بتحبوه للون ها رشة بقدورة لأن كل ستاعتنا اللي يحضروني زمان ما يقولوا امتياز ليش ما حطيت زمان كنا نحوط وين المليح؟ وبدنا للمقادير اللي أنا حطيت لكم إياها تقريبا معلقتين مليح لا تنسوش لأنه نحن عملين محلول ملحي طيب برجعم بسألوك برجعم بسألوك يا امتياز ويقولوا لك شو الفكرة بأنك فعليا أنت هلأ ما صفتي زي ما عملت في المكدول ميخلل البيتنجان نشياء مليح المحتاج المليح فأنا نضع علي مية فأنتوا صفيتوا أو لم تصفيتوا سيأخذ مية من المحلول الملحي فصفيتوا أو لم تصفيتوا نفس النتيجة فهمت عليك قبل الفاصل يا مروه أجلب البيتنجان تقدروا يوم أنا أخبرت لكم إذا تحبوه نعشف من المية من جوة عادي تقدروا يوم لدي المرتبان أريد أن أسألك سؤال ماذا خطر لك تجبيلنا هذه المرتبان أفكار جديدة أعلم أنه لا يكون جعان من طريق التقديم والجبن واللبني الله يسامحك أعطينا معلقتين خل على الحشوة معلقتين ملح لدي هذه البيتنجانات جميلة 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 أحب الأكلات هذه الوصفة لا أقوم بها لأنني في البيت أحب أن أجرب رأيها جميلة تجعل البيتنجان مختلف ولكن بطريقة جميلة سأخذها نصفتها بالمرتبان وطيبة والفلافل موجودة سعرها رخيصة لا تتعرف أن تتحدث عن شيء قد ما كلف يكون موجود حتى بالنسبة للموضوع الأكل قبل قد ندردش مع هايسام نقول على الصبة وخبزة وشاي بالبابونج وكلياتهم مع مكدوسات مين يا هايسام صحيح على الصبة بالنار مع ساندوش اللبنة لا شك أنه إله جو هالحشة تماما أنا فعليا لا أحبه لا أحب سمع كتئة بس بدي أقول لك شغلة أنت حاطة كم راس توم أه بتقول لي امتيازة اليوم كتير توم لا أهلا كتير لأنه أنا عاملة كتير يعني عاملة كتير يعني هالأدل الكمية لازم تكون بس المكدوس بده توم والمخلة للبيتنجان بده توم هلأ أنت بس تروحي تكليلي ما خلص ما بتحسي فيه كتير ولا بحسي بإشي أنا هو لأنه خلص مخلل جاهز كل أموره تمام طيب أنت من الأشخاص اللي بحطوا دايماً مكدوس بكل الأكلات ولم أقالك على بموت على المكدوس يعني ما بتعملي مثلاً أنك بتحطيه بس مع الحواضر فطور لا أيام 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 بس هو على الفطور وع العشة وبالشتاء كتير طيب بالصراحة هو أه كتير طيب كتير طيب أقول كيف ممكن أدخل معاكم بالمسابقة بكل بساطة بس تشاركينا على الفيس بوك وتعملي شير للينك اللي إحنا موجودين فيه هلأ مباشرة على الهواء كمان أم حسام أهلا وسهلا فيكي يا رب أفوز عبير فريج عم بتقول أنا حلمي بهذه التناجر هلأ لو ما ربحتي لا سمح الله معانا اليوم نحن ربحوا مجموعة تانية إن شاء الله الخميس إن شاء الله وبتقدر كمان بكل بساطة تروحي على هونج كونج يلا هلأ كمان كل وصفاتك رائعة وعن تجربة ربي يسعدك دنيا وآخرة هداية ولا هالدرجة لا أهم آه كتير كتير ببعتولي حرام كتير ببعتولي كتير ببعتولي كتير ببعتولي شو يعني لما تدعي لك واحدة اسمعي يوم الجمعة والله العظيم الله يخلي لي إياهم كل اللي بيحضروني جوز بوصلني خمسمائة مساج كلهم بدعوا لي المفتول على إن الوصفات لا 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 بشكل عام على إن الوصفات اللي بعطيهم إياها بتظبط معهم بعملوهم وإنه تبيض وجههم وهيك عرفتك بس بتاني في الشغلية يعني في ناس مثلا بيجي بقولولك يعني الموضوع شوي يعني بزيحوه من حياتهم يعني أنا ما بفكر ولا بحياتي أعمل مكدوس بس هكت حركة ممكن على قد ما شفت الإشي قدامي سهل أوكي هو سهل لأنه منحضر يا جماعة دائما بس نكون محضرين أي شيء بيكون سهل هلأ شوفوا لي مخلى لها البيتنجان ما أحلى شوفوا لي هالألوان الحلوان شوفوا شوفوا استني بلا شوفوا بلا إشي لأقول لك شغل اليوم صالح بقول لك شو صار بحلقة المشاوي والزرب بالهواء والطلق بدك أن نمرض ولقطت الكومنت من أصل عشر تلاف كومنت بدك أن نمرض أنا وإياكي اليوم امتياز عمتى بدنا نطلع عن جد نعملها إن شاء الله بالربيع بداية الربيع كل معلقة من الماء الكبيرة هي نفسها للزيتون هي نفسها للمخللات هي نفسها للمخللات كل معلقة كبيرة من الماء كبيرة من الملح الخشن في ناس كتير بيغلوا الماء على النار بعدين بيدفوع عليها بيحطوا الملح ليه لأنه الملح ما بيدوب جيبهم ملح خشن للمخللات أطلبوا ملح خشن طيب إمتياز رباب بدهياني أسألك ليه ما حطيتي فلفل أخضر على المكدوس ها اضعنا؟ فلفل أخضر لا؟ أحب أحمر ما بينحطه إلى فلفل أخضر في المرة في المقادوس بالزيتة ما بينحطه أخضر ما هي الفرق من الأحمر من الأخضر؟ الآن خال compassionate أ هو تعطيه ملحة الشطة أنت تعلم؟ أنا أتنسى شهادوا في الوصفة الأصلي أشتريه أنا أتأ injections أنا أضعgef Kelly هناك الشينيزة العربية اللي بتحط الدجاج المصحب من دجاج الجزيرة طبعاً وبتحط كل ألوان المكدوس كل ألوان الفلفل الرومي اللي مش عارفه ليش أسطن يعني في منه ألوانه طلعت امتياز وتحب الأحمر وتحب شي الأخضر وبحط معها فطر وبقولهم إيش اللي ولاد شوية سوية سوس ماما هذا أسكت شينيزة بتاكلوا بحياتكم آه لأه هو هكت شينيزة على فكرة سهلة نعمل حلقة عن شينيزة بس أنت بتعرفي انت بتشوفي محلات للشينيزة إيش اللي بيكون مع يعني هذول انسيني منهم سوية انسور أنا ما بحب سوية انسور هوني لاحظوا بس أنا راح أعمل عشان الناس اللي بتحب بس أنا ما بحب أنا بحبه امتياز طيب إحنا حطينا على هذا مرة تاني أنا مخلل البيت نجانية تمارا حطينا حطينا توم فلفل رومي فلفل حار بقدونس وحطيت كمان عاليت وبقدونس وخلطتهم مع ملح وخل معلقة سكر وحطيت المحلول الملحي اللي قلنا كل كاسة كبيرة من المي تحتاج معلقة كبيرة من الملح هيك بكون خلصتهم وخلصت القصة بس منا نعمل مخلل تاني بس هلا هاي قصتهم بخلصت عم بسألوني تمارا كيفك ميسون صلاح عم بتقول لي كيفك مع المقلوبة لسه ما تحددتش أنا بس تحددت وفقت طيب قيمتا قيمتا بدنا نبلش هذا التحدي اللي بيحضروني على فيسبوك وإنستجرام أنا هلا عاملة تحدي مع روز تايجر اعملوا مقلوبة وقلبوها قلب واحد وبعتولي الصورة على الفيسبوك وإنستجرام لحتى أنا محضرة مفاجأة للي راح يفوز بأحلى قلب بس مشكلة وصلتني الهلا فوق الالف والله فوق الالف أم بعتوليك كل واحد اوه أم بعتولي وصلني الهلا من اسبوع تقريبا ألف صورة كلهم أحلى من بعض طب امتياز أم هاني تقولك ما بصير لأنه زيت القلي بطلاله ريحة لا إذا بنخلط مع زيت زيتون عادي فيه كتير اللي بتاكلوه بمحلات كل المقدوس اللي بتجيبوه من المحلات التجاري هو بزيت عادي زيت نباتي مش بزيت زيت زيتون وإذا نضع زيت زيتون بيكون طلتين بطلت زيت زيتون تخيلي وهاي المعلومة عن ثقة بحكي لكم إياها إلا في المحلات اللي بتكون مخصوص وبيكون كاتب لك زيت زيتون عارفتي كيف ترجمة نانسي قنقر